انا اتجوزت في مصر ولما جينا كندا جوز يجي بعديه بفترة لانه كان مقبوض عليه ومترائب وحاجات كده فلما انا خاركت سامها وعرفوا ان انا خاركت ما بقالوش هو لازمة فاسابوه خرج ويجي كندا بعد كده عدينا بالفترة اللي بيعدي بها اي حد بيجي الكندا جديد وكفاح وشغل وبعدين الرب سمح ان انا انا اتجوزت في مصر كنت في الفترة دي فيه صورة ليسوع كده جنبه خرفان وشايل خروف على كدفه فقلت انا دايما نقول ايه انا الخروف اللي على الكدف ده فبقي فودانه فانا بكلمه على طول في كل مرحلة عايز اقول حاجة انه في كل مرحلة مع الله الواحد بيبقى فاكر انه هو ده اقصى ما هناك وبعدين لما يدخل لعمق جديد يلاقي انه هو لا ده اقصى ما هناك كل ما دخل في عمقه كل ما يشوف انه قد ايه كنت فشله ويفهم انه لا فيه قدام تاني انا في الفترة دي كنت فكرة انه هو ده كل حاجة انا معاك بقى خلاص وعلى كتافك وكل حاجة وحصل ان بنتي وهي عندها سنة واسبوع اتشخصت بسرطان انا اول حاجة خطرت على ذهني واول شيء خطر على ذهني المساعدة بتاعتي مساعدة اللي هي انا عرفتها خلاص من مصر يض الله بس انا مروحتش لله عشان يساعد انا مروحت لله عشان اقولum Alrighty مش عايز عارفة كتير دين قمت لربي كدة بالناس انا كنت بتباهى بين الناس وبقولهم ان انا الخروف المحمولة على كتافك احنا عارفة ان المرض مش منك بس انا عارفة برضو انه هو شان تحصل خد ختمة المرور من عندك انت فاهم ايه اللي هيحصل وعيرك كناك ما منعتوش ما كنتش افهم لسه في الوقت ده يعني ايه سلطان المؤمن واو واو ما كنتش فاهم الكلام ده بس انا عارف ان اللي حصل ده انت ما عملتوش اه لكن خد ختم سماعه خلاص انتهينا كده انا مش عايز عارفك كده مش هرجع للإسلام لانه مش صح بس خلاص بقى اللي عملته في دايرة الروح ايه ان انا قلتله ايه معرفة طرقك لا نصر ابعد عنه ابعد عنه ولانه جنتل بعد